انا محمد اثنيشت رئيس المرسل محلي لبلد الرفين تعاني هذه البلدة من مشاكل عديدة اهمها نقص مادة الخمس طبعا تدخل كميات الطحين بشكل اسبوعي من منظمة الـ ICU لجميع مجالسة محلية في محافظة النهرة ولكن في الآولة الأخيرة لم تدخل كميات الطحين اللازمة لتربية كافة احتياجات المواطنين مما اضطر المجالسة المحلية ومنها المجلس المحلي لبلدة الرفين إلى شراء الطحين من السوق السوداء وهذا الطحين يدخل عبر مناطق النظام عن طريق التاريخ مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار خبز طبعا عن طريق الطحين المدهور من منظمة الـ ICU يصل سعر أبطل خبز وتكلفته إلى 80 ليلة سوري وزن واحد كيلوغرام ولا تكفي لشخصين في اليوم ولكن عندما نقوم بشراء مادة الطحين من السوق السوداء يقف سعر أبطل خبز على المواطن أكثر من 150 ليلة سوري نطالب الجهات المالحة والدارمة بزيانة كلمة الطحين هي المجالس المحلية لتكون قادرة على تلبية كافة احتياجات المواطنين من المادة الأساسية فيها الحياة اليومية وهي مادة الغبز ترجمة نانسي قنقر